السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت الارض في نهر الامازون والصعبان ده اكبر من الالاقون ده بكتير اللي كنا بنعرف انه اكبر واضخم صعبان على الارض وفعلا اكتشفت بيعسة من الاسريين سنة 2009 في منجم من مناجم الفحم موجود في شمال كولومبيا بمنطقة الامازون الحفرية الاولى لصعبان التيتانوبوة وعرفوا ان الصعبان ده ظهر بعد انكراد اخر ديناصور من الديناصورات على الارض ديناصور ريكس وده اكبر صعبان وجد على الارض وقتها كمان كان اخطر مفتلس على كوكب الارض طوله كان 15 متر وعرضه متر ووزنه كان بيوصل لطن وصغيره كان طوله 8 متر ووزنه 250 كيلو وعاش في العصر البيلوسيني قبل 60 مليون سنة واستمر على الارض حوالي 10 مليون سنة وبحجمه ده كان يقدر يبلع تمساح كامل وكان عنده 300 فقرة ظهرية يعني اكتر خمس مرات من اللي موجود دلوقتي في الاناكوندا وكان بيعيش في الغابات والمستنقعات الكبيرة وبييعيش لمدة 30 سنة وكان ليه اسنان رفيعها حدا جدا والفاكين بتوعه بيقدر يفتحهم بزاوية 180 درجة علشان كده كان يقدر يبلع الحيوانات الاكبر منه لان راسه بتكبر بمقدار اربع مرات حجمها الطبيعي وكان يقدر يأكل اي فريسة من الحيوانات اللي حواليه لانه اكبر منها واقوى منها وهو عنده قوة عصر قوية جدا مفيش اي حيوان يقدر يفلت منه يعني وقتها كان الحيوان المسيطر على الارض زي الديناصورات ما كانت مسيطرة من قبله فهو سيد السعبين بلا منازع وانكرت بسبب التغيرات المناخية وخصوصا برورة الجو لانه من الفقريات زياد الدم البارد والنوع ده بيستمد حرارة جسمه من البيئة المحيطة فلما قلت درجة الحرارة انكرد وما قدرش يعيش في الجو ده وعشان نعرف الفرق بينه وبين الاناكندا تعالوا نتعرف عليها الاناكندا الخضرة اكبر صعبان موجود على الارض ده حاليا وده بعد اما علماء الاثار والهولنديين اكتشفوه في بيعستهم الى غابات الامازون في البرازيل وهناك وجدوا صعبان طوله تمانية متر ووزنه متين كيلو وسموه الاناكندا الخضرة الشمالية واكتشفوا ان ليه اكتر من نوع موجود في المنطقة والصعبان ده نادر مش موجود كتير وحجم دماغه قد حجم دماغ الانسان تقريبا وعنده جلد ساميك جدا زي كوتش العربية وده اكبر حجم اللي صعبان موجود في علامنا الحالي تقريبا ولاناكندا الخضرة ده صعبان مش سام وبيعيش منعزل وبيقضي معظم وقته في المية وغالبا في المستنقعات والانهار علشان كده حصل في جسمه تطور وانتقلت فتحات العين والانف عشان تبقى فوق راسه ومش في الجانبين عشان يتمكن الصعبان من التنفس ورؤية فاليستو بسهولة وجسمه مغمور تحت المي وبياكل الاناكندا السلاحف والاسماك والغزلان والخنزير وده عن طريق عصر فاليستو بجسمه والتهامها والاناكندا ليه تلات انواع الاناكندا البوليفية والاناكندا زات البقعة الداكنة والاناكندا الصفراء وكلهم موجودين في امريكا الجنوبية والسؤال اللي بيطرح نفسه هل ممكن ان الاناكندا يوصل حجمها لحجم التيتانوبورة بالطبع لا لان التعبين من نزوات الدم البارد بتستمتج حرارة جسمها من البيئة المحيطة علشان كده ما يقدرش جسمه يكبر عن حجمه الطبيعي لانه لو كبر هيتباطئ تمثيله الغذائي اللي هيخليه ما يقدرش يأكل لما بتوصل درجة الحرارة عند درجة حرارة معينة بخلاف الحيوانات ذات الدم الحار وبكده خلصت حلقة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة